نشرت صحيفة نيورك تايمز الأمريكية تقريرا كشفت فيه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنشأ مجموعة سرية للتدخل السريع وأوكل إليها مهمة إسكاة المعارضين عبر القتل والخطف والتعذيب والتحرش بالنساء. وأضافت الصحيفة أن هذه المجموعة أنشأت قبل عام من اغتيال خاشقجي وفقا لمسؤولين أمريكيين اطلعوا على تقارير استخباراتية وكشفوا محتواها لصحيفة نيورك تايمز وعشر التقرير إلى أنه ابتداء من 2017 نفذ هذا الفريق 12 عملية على الأقل. ما يعني أن مقتل خاشقجي وتقطيع جثته كان جزءا من حملة واسعة تستهدف المعارضين وفقا لمسؤولين أمريكيين وبعض ذوي الضحايا. وطبقا لمعلومات استخباراتية فإن أعضاء هذا الفريق قاموا بالكثير من العمل العام الماضي لدرجة أنهم طلبوا الحصول على مكافأة مالية في إعيد الفطر المبارك. ومن بين العمليات إعادة السعوديين قصرا من بعض الدول العربية والاعتقال والاعتداء على سجناء في قصور تابعة لولي العهد والملك. ورفض مسؤولون سعوديون نفي أو تأكيد وجود هذا الفريق. في حين قال المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن. قال إن بلاده تتعاطى بجدية تامة مع مزاعم المعاملة السيئة للمتهمين والسجناء. وينضم إلينا عبر سكايب من لندن. دكتور سعد الفقيه. رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. ورحب بك معنا دكتور سعد. وأبدأ بما ذكرته نيويورك تايمز وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين. كيف شاهدتوا دكتور؟ المعلومات عن مجموعة في عدود خمسين شخص تقريبا. مأخذين من الاستخبارات ومن القوات الخاصة ومن قوات الطوارئ ومن الحرس أشخاص متميزين في الحرس وفي الحرس الملكي ومطعمين ربما ببعض المرتزقة وبعض الأخصائيين من الجامعة للسموم والكيمياء وغيرها. المعلومات هذه قديمة جرى تداولها مباشرة بعد مقتل جمال خاشقجي. وقد أخبرني أحد الذين قريبه شخصيا عضو في هذه المجموعة أخبرني عن بعض التفاصيل والتي تتطابق مع ما ذكرته نيويورك تايمز. فالحديث عن هذه المجموعة القديمة نشر جزء منه سابقا. لكن لم يؤكد من قبل الاستخبارات المريكية إلا الآن. إلا هذه اللحظة. وهذا حقيقة فضيحة الاستخبارات المريكية أنها تعلم عن عملية من هذا القبيل وبقيت صامتة. دكتور توقيت نشر هذه المعلومات التي وصفتها بالمهمة. هل له أي دلالة؟ لا. المعلومات نشرت جزئيا. التوقيت ليس الآن. نشرت في نوفمبر الماضي. وعيد الإشارة إليها في الصحف البريطانية كذلك. ولكن الآن الجديد في الموضوع هو أن نيورك تايم استمكنت من وجود تأكيد من السيئي على هذا الموضوع. هذا هو الجديد. لا أعتقد أن هناك مقصود في التوقيت. أعتقد أن الصحفيين الباحثين استمروا في بذل جهد المزيد من المعلومات. أنا قابلني عدد منهم قبل فترة. وقابلوا غيري كذلك. استمروا وتمكنوا من انتزاع مساعدة من بعض العاملين في السيئي. السيئي لا أعتقد أن قيادتها تسمح بتسريب هذه المعلومات. أعتقد أن هناك أشخاص متعاطفون يؤمنون بمحاربة التعذيب. تبرعوا من خلال معرفتهم بهذه المعلومات بتسريبها لنيورك تايمز. مما جاء في التقرير أيضا يا دكتور تقرير نيورك تايمز أن فريق الاغتيال هذا نفذ أكثر من عشرة عملية على الأقل خلال عام قبل مقتل جمال خاشقجي. هل لديك أي علم حول طبيعة العمليات التي قام هذا الفريق بتنفيذها؟ لا. ليس عندي معلومات محددة عن أسماء معينة. المصدر الذي كلمني سابقا ذكر لي بعض الثلاثة واربع عمليات كانت عبارة عن اغتيالات داخل البلد. قالوا لماذا نكلف حالنا أن نعتقل ثم نلاحق على الاعتقالات. دعنا نتخلص منه بحجة أنه أتعرض لحادث وانتهى. لم أتحمس كثيرا لتصديق تلك الرواية. لكن بعد هذا التقرير لربما يكون كلامه صحيح. قد يكون في شخص معين نقل من المغرب وفي شخص معين نقل من الكويت. قد يكون هؤلاء أحد الذين نفذت عليهم تلك العمليات. لكن أنا قرأت ربط ما بين هذا الفريق مثلا وما بين مقتل منصور بن ميجرن إذا لم تخني الذاكرة. فإلى أي مدى من الممكن هذا كلام يكون صحيح. أنا قرأت الربط ولم وافقه كذلك. منصور بن ميجرن أعتقد أنه لم يخطط هروب من البلد حتى تسقط طائرته. والطائرة فعلا كان فيها خلل طبيعي ولم يكن خلل مفتعلا. نعم قد يكون هناك شيء من التقصير. لكنه نظرية أن تكون من العملية التي نفذتها هذه المجموعة كانت تلك طائرة وارد. لكن بالنسبة أنا احتمال قليل. كان هناك أسباب كثيرة تدعو إلى سقوط الطائرة. سؤال أخير في هذه الجزئية قبل أن ننتقل للغارديان. هل تعتقد أنه من الممكن أن يضحى بجزء من هذا الفريق لإغلاق هذا الملف بشكل عام؟ أم أن الوقت تخطى هذه المسألة من الأساس؟ أولا يجب أن يعترفوا بوجوده حتى يضحوا به. الحكومة السعودية تنكر تراب به. لا تريد أن تعترف به حتى تضحي بفلان أو فلان. لكن معلومات التي لدي ليس لها علاقة بهذا الفريق. هناك نية للتضحية بأشخاص معينين بقضية خاشقتي. هناك المجموعة الذين اعتقلوا وهم من هذا الفريق ربما يحكم على بعضهم بالعدام. ينفذ العدام ولا ينفذ هذا موضوع آخر. إنما سيكون هنا كبشة فداء. وربما يختار شخص كبير مثل العسيري سيكون كبش فداء. لا أعتقد أن شخصا مثل سعود وإحطاني سيكون كبش فداء. سعود وإحطاني وتركي الشيخ وأمثالهم قريبون جدا من محمد بن سلمان. يكادون يكونون الرئة التي يتنفس بها. والأذان التي يسمع بها. والعين التي يبصر بها. فلا يريد أن يتخلص منهم. إنما قد يختار عسيري أو شخص من جنس يتخلص منها. ابقى معي دكتور. شاهدين الكرام. في خبر آخر قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن سمت خلافا بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده. ما تسبب في حرمان الأمير محمد بن سلمان من بعض سلطاته. حسب التقرير. وعضفت الصحيفة أن ولي العهد السعودي لم يحضر عددا من الاجتماعات الوزارية والدبلوماسية الرفيعة في السعودية على مدار الإسبوعين الماضيين. وعشرت الصحيفة في تقريرها إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جرد ولي عهده من بعض سلطاته المالية والاقتصادية. وحسب الصحيفة فقد أبدى الملك السعودي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير القلق من ضياع فرص استثمارية في المملكة. وطولب أن تحصل جميع القرارات المالية المتعلقة بالمستقبل على موافقته. وعود مرة أخرى للدكتور سعد إلى أي مدى ترى أن تقرير The Guardian يحتمل الصحة فكرة الخلاف بين الملك وولي عهده وتجريده من بعض صلاحيات على الأقل المتعلقة بالاقتصاد. الاحتمال صفر. الجارد وقعت مرة أخرى في هذا فخ التضليل. وتمكن محمد بن سلمان من صناعة مصدر يزعم أنه من الدول الملكي ويجترب لها هذه المعلومات. كما فعل في تقريره عن تجميد بيع رامك وأن الملك تدخل لإيقاف بيع رامك وأن الملك تدخل لتخفيف أو تبطئة عملية التطبيع مع إسرائيليين. هذه كلها اختلاقات من محمد بن سلمان ونجح في خداع الملك ليس في وضع عقلي ما الهدف منها؟ أنت تقول أنها تخطيط من محمد بن سلمان إلى أي شيء يهدف من خلال نشر هذه المعلومات أو تسربها؟ يهدف للتالي. الآن العالم وعيونه مفتحة للمملكة بصفتها تقود من قبل محمد بن سلمان. فالتعامل معها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا على أساس أن القيادة محمد بن سلمان ذلك الشخص الذي ارتبط اسمه بجمال خاشقجي وارتبط اسمه بالتهور. فكلما خفف دور محمد بن سلمان للعالم كلما كانت استعداد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا استعدادهم للتعامل مع الحكومة السعودية أفضل وأفضل. فهذا هو المقصود لا تقلقوا من الحكومة لا تقلقوا منا البلاد لا يقودها شخص متهور البلاد يقودها الملك الرزين العاقل الصاحب الخبرة الطويلة وقد جمد يعني يريد أن يحلم مواقعا هو تصرفاته وقراراته واندفاعية يعني اختياره لهذه الحيلة لم يفكر فيها كثيرا محمد بن سلمان وكعادته يتخذ القرارات لا يفكر بتداعياتها فاتخذ هذه الحيلة وسيتورط بها لكن تستبعد يا دكتور أن يكون هناك أي يعني حتى ولو لوم من قبل الملك على بعض أفعال ولي عهده محمد بن سلمان سواء في مقتل خاشقجي أو في حرب اليمن أو أمور أخرى ما يحتاج استبعد أصلا هي غير ممكنة يعني لأن الملك غير قهدر الملك في قمة الجبرية أصلا يعني الملك الآن يعيش قاصرا يعني يحتاج ولي أمر الملك الآن حقيقة في وضعه العقلي يعيش قاصرا تحت ولي أمر وولي أمره هو محمد بن سلمان ما يستطيع يختلف أصلا لا يستطيع أن يتخذ أي قرار الملك ينسى كل ما حدث بأمر ينساه بعد خمس دقائق فليس في حالة عقلية تسمح له أن يتفق أو يختلف أصلا فهي قضية ليست قضية هل الملك قرر أن يقلل من سلطات محمد بن سلمان أو أن يسمح له بها لا البعض يدلل يا دكتور عفوا يقولك طيب لماذا لم يذهب محمد بن سلمان إلى مصر في الجزء الخاص بالمؤتمر العربي الأوروبي أو حتى لماذا لم يظهر في مقابلة سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسي أو بعض المسؤولين الغربيين الآخرين الذين ذهبوا للمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية لماذا اختفى محمد بن سلمان لماذا لم يظهر أقصد هو جزء من هذه التمثيلية حمد بن سلمان يجير بلد من خلف الستار يجير ولم يتغير شيء من سلطاته مطلقا وهذه الأمور البرتوكولية لا تضيف للقرار شيئا كون الملك سافر لم يغير من السلطة شيئا كونه قابل المبعوث الروسي لوحده أو لا لم يغير من الأمر شيئا وهو يدير الأمر وهو الذي يتصل بالمسؤولين المصريين والعوربيين وغيرهم وهو الذي يدير البلد حاليا داخليا داخليا يدير كل الوزارات وغيرها فلم يتغير من سلطته شيء أبدا وهو من جزء من هذه التمثيلية أنه يختفي يتعمد الاختفاء فترة معينة حتى يصدق الناس والله أنه وضع تحت الرقام الجبرية نعم أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح كنت معي عبر سكايب من لندن ومن لندن إلى واشنطن وينضم إلينا من هناك عبر الأخمار الاصطناعية سيد سيغورد نيوباور الباحث المتخصص في شهون الخليج والشرق الأوسط ورحب بك معنا سيد نيوباور وأبدأ بالتقرير الخاص بذكارديان البريطانية التي تتحدث عن خلافات بين الملك وولي عهده كان معي لو استمعت منذ قليل الدكتور سعد الفقيه وينفي كل هذه الأمور ويقول أن هذه ألعيف فقط من محمد بن سلمان لإهام العالم أن من يقود المملكة الآن هو الملك سلمان وليس هو شخصيا فما رأيك من المستحيل بالنسبة إلينا نحن البعيدون عن البلاط الملكي السعودي أن نعرف ما يحدث داخل العائلة الحاكمة في السعودية إضافة إلى ذلك فإننا نعرف من التقارير ومصادر من المنطقة والتي تتحدثت عنه بواعث قلق في المملكة وخصوصا أن هناك حديث عن أن كل التفاصيل المرتبطة بمقتل جمال خاشغجي قد تأسست وباتت واضحة وما ورد في صحيفة الجاردينز هي تشير إلى ما حدث خلال الأسابيع الماضية والتي تشير إلى توتر متصاعد ما بين الملك السعودي وولي العهد ولكن لا نعرف إلى أي مدى صحة الملك سلمان ووضعه لكننا نعرف أن ولي العهد محمد بن سلمان يمتلك صلاحيات وسلطات وتتركز معظم السلطات في يده وبالتالي لا نعرف إذا ما كان الملك حتى لو رغب في ذلك سيعمد إلى تقليص سلطات التي في يد ولي العهد ولكننا في الوقت نعرف أن الأمير أحمد بن عبد العزيز عاد إلى السعودية قبل عدة أشهر من منفاه الطوعي وسبب عودته الأزمة التي تواجهها أو التي تمر بها الأسرة الملكية لذلك هناك حراكا فيما تعلق بهذا الموضوع يجري في السعودية لكن لا يبدو أن هناك أي دور لأي أمير داخل العائلة الحاكمة حتى لو كان الأمير أحمد فيما يخص الحكم يبدو حتى كما ذكرت أنت سيد نيوباور أن الأمور برمتها في يد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نعم هكذا تبدو الأمور ربما على سطح ولكن تحت السطح ونعرف أن العائلة المالكة هي واسعة وكبيرة وأعتقد أن هناك بعض التذمر تحت السطح وربما هناك احتجاجات وانتقادات سيما وأن محمد بن سلمان اعتقل وسجن عددا من الشخصيات المهمة في سعودية بما في ذلك أمراء من أبناء عمومته بذريعة شبهات فساد ولكن كان الهدف من حملة الاتقالات هي ضرب مصادر القوة ومصادر النفوذ في العائلة المالكة ولكن الآن يمكن أن نقرن هذه الأدلة بالتسريبات المستمرة من مصادر السعودية والمتعلقة بانتهاكات لحقوق إنسان جسيمة وتعذيب لناشطات سعوديات والتي كنا يدعين إلى الإصلاحات التي يقوم بها محمد بن سلمان والآن نرى هنا الاعتقال أضف إلى ذلك موضوع خاشقجي والذي حرك المياه الراكدة وأوصل الأمور إلى نقطة الغليان إذا ما صح التعبير ولذلك ما يرد في وسائل الإعلام الغربية من التسريبات يبدأ أنه يصب في هذا الاتجاه وهذا بتأكيد يضع مزيدا من الضغوط على السعوديين سيما الأسرة الحاكمة للخروج من هذا المأزق الذي يواجهونه لكن هل تعتقد أن كل هذه التسريبات خصوصا في الملف الخاص بجمال خاشقجي أو الملف الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان من الممكن أن يكون لها تأثير على ولي العهد السعودي في الوصول إلى يعني عرش المملكة العربية السعودية أم أن هذا مستبعد أعتقد أن المستوى الأساسي فإن الأوضاع غير مستقرة فيها السعودية فيما تعلق بمصير الأسرة الحاكمة أو مستقبل الأسرة الحاكمة أما فيما يتعلق بسعي بعض أفراد الأسرة الحاكمة لتخفيف السلطات في يد محمد بن سلمان هذا أمر لا نعرفه في الأخطة حالي لكن نعرف أنه مما ورد في مقالة نيويورك تايمز التي نشرت قبل يومين أو قبل يوم تشير إلى ملابسات تتعلق بمهت الخاشق جهما عرفناه من ذلك التقرير تقرير نيويورك تايمز أن ماهر المطرب الذي أشرف على عملية قتل جمال خاشقجي عفوا في إسطنبول عرفنا من ذلك التقرير أنه كان مسؤولا أمام مسعود القحطاني ولذلك بدأنا نعرف أكثر عن علاقة هذين الشخصين ودورهما المحور فيما تعلق بحملة ريتس كارفتن لذلك هذان الشخصان وهما على قائمة العقوبات الأمريكية والأسرة الدولية تعرف ما فعله إذن إذا ما تم إزاحتهم من مصدر السلطة ونزعت منهم السلطات فأعتقد أن هذا مشانياً يؤثر على السلطات والصلاحيات التي في يدي محمد بن سلمان نعم أشكرك شكراً جزيلاً سيجورد نيوباور الباحث المتخصص في شؤون الخليج والشرق الأوسط كنت معي عبر الأقبار الاصطناعية شكراً جزيلاً